السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى حبيباتي أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية وصفتنا لليوم وهي قناع من الطين البركاني الهندي هذا المكون الرائع سمي بهذا الاسم لأن أهم مكوناته من الرماد البركاني المليء بالمعادن المفيدة للبشرة هذا الماسك يعتبر من أبرز وأشهر الماسكات المستخدمة للبشرة في أنحاء العالم ويعد من أقدم المواد الطبيعية التي استخدمتها كليوباترا للعناية بجمال بشرتها وله فوائد عديدة خصوصا على البشرة الدهنية بحيث يساعد على تخفيض نسبة إفرازات البشرة الدهنية والتخلص من حب الشباب وآطاره ويعمل على قفض وتصغير المسامات الوازعة ويعتبر أيضا مقشر طبيعي للبشرة لقدرته على إزالة الجلد الميت مما يزيد رطوبة البشرة ونعومتها وإشراقتها ويساعد أيضا على تعزيز الكولاجين في البشرة ومحاربة شيخوختها سوف تجدونه عند بائي الأشاب أو العطار أو يمكنكم شرائه عبر مواقع البيع في النيت فتمنه رخيج جدا مقارنة بفوائده سوف نحتاج أيضا إلى ماء الورد الطبيعي وإلى العسل الأصلي أنا شخصيا اشتريته من عند الهنديين والآن سوف أريكم طريقة تحضير هذه الوصفة يمكنكم استعمال أي طين هندي تجدونه فأنا استعملت هذا النوع ولكن يوجد أنواع كثيرة من الطين الهندي يمكنكم استعمال أي نوع نأخذ ملعقة صغيرة من الطين الهندي ثم نضيف إليها ملعقتين صغيرتين من ماء الورد يمكنكم تحضير فقط المقدار التي تستعملونه ذلك اليوم ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من العسل الأصلي ثم نخط المكونات جيدا حتى نحصل على معجون أملس والآن سوف أريكم طريقة استعمال هذه الوصفة أولا نقوم بغسل وجهنا جيدا ونقوم بتطبيق القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة حتى يجف ستحسين ببعض الوغز وبعض الإحمرار سيزور بعد دقائق ثم نغسل وجهنا بالماء الفاطر وبعد ذلك الماء البارد وضروري بعد غسل وجهنا من القناع نقوم بدهنه بكريميناء معتاد هذه الخطوة مهمة لتجنب جفاف البشرة والحصول على النتيجة الفائلة نقوم بتكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع وستلاحظون الفرق من أول أسبوع بشرة مشرقة ونظرة وخالية من حب الشباب وآتاره والمسامات الواسعة ستبدأ بالتقلص حجمها وبشرة مشدودة أنا أيضا عانيت من حب الشباب فكان هذا هو الحل النهائي بالنسبة لي أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم وأن تجربوا الوصفة خصوصا الفتيات التي يعانين من حب الشباب سيشكرونني عليها وتكتبوا لي في التعليقات النتائج وإذا كنتم حبيباتي أول مرة تزورون القناة فأهلا وسهلا بكم معنا يمكنكم الانضمام إلينا عبر الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم فيديوهاتنا فور نزولها وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله مع فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر